تم ولله الحمد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لمستجدات أبحاث توحد في مدينة أبوظبي بتنظيم المؤسسة زايد العلية لأصحاب الهمام وبالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك وأيضاً وبالتعاون مع مركز لوتوس هوليستيك أبوظبي طبعاً أهداف المؤتمر هي اليوم طرح أهم المواضيع ومستجدات الأبحاث في مجال التوحد نركز على طرق العلاج وأيضاً التأهيل وما توصل إليه العلم من تشخيص مبكر وأيضاً رعاية صحية استقطبنا هذا المؤتمر أكثر من 100 متحدث واللاء الحمد على موزعين على 30 ورشة تدريبية يقام المؤتمر على مدار ثلاث أيام في مركز أبوظبي للطاقة وتم أطلاق مجلة علمية بحثية محكمة في مجال أبحاث التوحد طبعاً تهتف هذه المجلة إلى تعزيز دور مؤسسة في استقطاب المختصين والباحثين وأولياء الأمور في منصة مشتركة لتبادل اليوم المعرفة ودعم اليوم منظومة التعرف والتدخل المبكر لدى بسر أصحاب الحمد من فئة التوحد اشتركوا في القناة